بسم الله الرحمن الرحيم شعبنا الكريم العزيز بكل حفاوة وتقدير يودع شعب عراق اليوم قداسة البابا قداسة البابا فرانسيس بمثل ما استقبله من محبة وكرم وأصال إنسانية لقد مثلت هذه الزيارة العزيزة الكريمة بكل ما حفلت به من مظاهر ترحيب ومن إجماع وطني على إنجاح مقاصدها النبيلة نعم كانت نقطة مضيئة جسدت جوهر شعبنا المحب الصادق الحضاري المؤمن بقيم العدالة والسلام وصلت رسالة قداسة البابا إلى كل ينحاء العالم وهو يجول بقلب مفعم بروح الأمل في مدن عراق الحبيبة وصلت رسالة شعبنا إلى كل شعوب الأرض لتقول نحن شعب العراق شعب التاريخ والحضارة لقد عانينا الكثير الكثير من الحروب وسال الدم على أرضنا حتى ارتوت نعم حتى ارتوت ونشر الموت طوال عقود ضلاله السود في منازلنا وعاثت في ربوعنا غربان السلاح والفساد والإرهاب والكراهية لكن معدنة أصيل لم يصدق نعم معدنة أصيل لم يصدق لأن روح الحياة وحب السلام والتمسك بالقيم الإنسانية لم تصدق ليس في نفسنا سواء معاني الإنسانية الكبيرة لقد عشنا سوية طوال أكثر من ستة آلاف سنة وما زلنا معان نمسك بيد بعضنا البعض بتعدد ديالاتنا ومذاهبنا وقومياتنا كما تماسكت عياد سماحة السيد السستاني وقداسة البابا العراق نعم العراق رسالة الإنسانية والسلام والعراق تاج التسامح وبغداد مدينة السلام ومنبر الحركة الفكرية شعبنا الحبيب العزيز إن العراق اليوم أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم رغم كل العقبات والتحديات وأننا كحكومة متمسكون بإرادة شعبنا في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار وعلى أساس هذه المسؤولية التاريخية وفي أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة قداسة البابا على أرض العراق أرض الرافدين نطرح اليوم الدعوة لحوار وطني لتكون معبرا لتحقيق تطلعات شعبنا إننا ندعو جميع المختلفين من قوى السياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحوار المسؤول المسؤول أمام شعبنا ومام التاريخ ندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي والتهيئة لينجاح الانتخابات المبكرة ومنح شعبنا فرصة الأمل واثق بالدولة وبالنظام الديمقراطي شبابنا العراقي شبابنا في كل مكان أدرك حجم معاناتكم وطموحاتكم والحيف الذي لحق بكم ولكن علينا أن نصبر ونتوحد من أجل العراق ومن أجل الوطن ومن أجل المستقبل الذي يليق بأجيالنا ولهذا هذه الحكومة تحتاج الوقت الكافي لحماية العراق وترتيب بيتنا العراقي الوطني إن توثير روضاع ليس المصطحة البلد ويجب منح الوقت الكافي للحكومة للبناء على ما حققت خلال الفترة الماضية وتأمين الانتخابات على ساس صينة ونزيها أخوتي أعزائي من المعارضين أدعوكم بكل صدق إلى حوار مفتوح وصريح مع الحكومة على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته وعلى قاعدة حفظ أمن العراق ودعم الدولة وسيادة القادمة إن الحوار الاستراتيجي الذي بدأت الحكومة حول ترتيبات التعاون مع التحالف الدولي قائم في الأساس على إيجاد البيئة والتوقيتات لإخراج كل القوات المقاتلة من أرض العراق ظن آليات فنية زمنية متفق عليها مع الحفاظ على أفضل علاقات مع دول التحالف بما يضمن سيادة عراق وأمنه كما أدعو إلى حوار وطني حقيقي عميق وعلى كل المستوات الرسمية والحزبية والشعبية للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين حكومة المركزية وقليم كردستان بما يحفظ وحدة الأراضي العراقية ويعالج المشاكل المتراكمة جذريا لقد أكفت حكومة منذ تشكيلها على ترميم علاقات العراق الخارجية والتأسيس لاستعادة العراق موقعه الطبيعي ووزنه الأقليمي دوليا وحققنا خطوات متقدمة في هذا المجال وقالت زيادة قداسة البابا تعزيز لهذه الخطوات فقد نجحنا في أن يكون العراق معبراً للتفاهم والتواصل بين العديد من دول المنطقة وهناك استعداد دولي لدعم العراق في مشروع الاصطاح الاقتصادي بعد أن نجحنا في عبور الإزمة الاقتصادية وعلى ذلك ندعو كل الأشقاء أشقاء العراق وجيرانه وأصدقائه إلى ترسيخ قيم السلم والتعاون بين الدول بين دول المنطقة وإبعاد شبح الحروب والخلافات والصراعات التي لن تخدم شعوبنا ذات التاريخ المشترك ويكد عراق اليوم استعداده الكامل للعب دور فعال في تكريس التهدئ وفتح بواب الحوار لحل الإزمات إزمات المنطقة وأن يكون الجميع شركاء في التنمية لا محور للخلاف أو محور للخلاف والصراعات لقد صر العراق على رفضه أن يكون ساحة للصراعات الخارجية منطقة تعاون والأخوة هو الوحيد المقبول بالنسبة لشعبنا والعراق شعبنا الكريم أقدم باسمكم شكري وتقديري إلى كل من ساهم في إنجاح الزيارة التاريخية لقداسة البابة إلى أرض العراق من مؤسسات حكومية وفعالات شعبية وقوة سياسية ويشكر باسمكم جميعاً قداسة البابة الذي أحب العراق وشعب العراق ولمس طيبت وعمق وأصالت هذا الشعب العظيم الشعب القوي بتنموأه نشكر قداستكم على كل كلمة صاف بحق شعبنا وكل دعوة أو دعوات للحوار والتسامح والسلامة لقيتها في ربوع العراق الحبيب وكل تفاعل وجداني مع التحديات التي واجهها هذا الشعب أهلي على امتداد الوطن أنتم العراق على موطأ أقدامكم عاشة الحضارات الإنسانية وتلاقت ونشأة المحبة والفكر والعلم أنتم سومر وبابل وأكد وآشور أنتم امتداد الماضي بالحاضر بالمستقبل أنتم عراق الأنبياء والأمة والأولياء والعلماء والمبدعين أنتم الأمل المتجدد وأنتم صناع العهاد وأنتم الأمل المتجدد وأنتم صناع الحياة عاش العراق عاش العراق